الجزائر تنتخب من جديد عضواً في مجلس إدارة الاتخاد الدولي للاتصالات للفترة الممتدمة بين 2019 إلى غاية 2022 وهذا خلال أشغال الدورة العشرين لمؤتمر المندوبين المفاوضين للاتخاد الدولي للاتصالات المنعقد في دبيا وتخصلت الجزائر على 134 صوتاً من بين 178 دولة قامت بالتصويت لتختل بهذا المركز الثاني في إفريقيا التي تضم 13 غضوة متقدمة بذلك على 17 دولة مترشخة ونحن في عصر هذه الثورة التكنولوجية المذهلة تبذل الجزائر جهوداً معتبرة من أجل تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية متناسقة لتطوير الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ولتسخيرها لخدمة التطور البشري والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة فزيادة عن التنمية المتسارعة التي تشهدها الجزائر وتحسباً لرقمنة واسعة النطاق فإن المسعى المعتمد ضمن برنامج فخامة الرئيس يولد تحول الرقمية مكانة جوهرية ضمن أهداف التنمية من أجل تمكين الجزائر من مواكبة هذا الانتقال العالمي وتزويدها بالبنى التحتية الكفيلة بضمان نفاذ عادل وشامل وفي سبيل ذلك عملنا على تعميم نشر شبكة محورية وطنية للألياف البصرية والهرزية على امتداد أكثر من 140 ألف كيلومتر تغطي كل التراب الوطني بسعة 2 تيرابايت بالثانية مع ضمان تواتر تام وزيرة القطاع إيمان هودا فرعون ركزت في مداخلة لها عقب الانتخاب على خرس الجزائر بصفتها عضواً في مجلس إدارة الاتحاد على الدفاق عن مبادئها الراسخة خاصة ما تعلق منها بضمان النفاذ العادل والشامل إلى التكنولوجيا لفائدة كل شعوب العالم لسيما تلك المتواجدة بالدول النامية ويضاف إلى هذا الخرس على تطوير التكنولوجيا لخدمة مصالح البشرية وفقاً للأبعاد المجتمعية والبيئية ثم إطلاق القمر الصناعي الكمسات واحد الذي سيشكل دعماً معتبراً لوسائل تزويد خدمات الاتصال لفائدة سكاننا من المناطق ذات الكثافة المنخفضة والمناطق المعزولة أو التجمعات السكانية ذات طابع التنقل ثم إطلاق مشروع ضخم للنشر التوصيل السلكي اعتماداً على تكنولوجيا الألياف البصرية في كافة مناطق البلاد لصالح الأحياء السكنية بكل فئاتها تماماً كالمتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى وفي إطار تحسين الحوكمة تعكف الجزائر على إقامة مركز بيانات ذي بعد دولي سيتم توصيله بشبكة الألياف البصرية ونقاط توصيل الكوابل البحرية ومحطات الربط عبر الأقمار الصناعية مجلس إدارة الاتخاد الدولي للاتصالات يعتبر الهيئة القيادية للاتخاد الدولي للاتصالات بين دورتي مؤتمر المندوبين المفوضين ويكلف بضبط المسائل الكبرى لسياسة الاتصالات وفقاً للمخطط الاستراتيجية الذي يتم إعداده من طرف مؤتمر المندوبين المفوضين ووجود الجزائر في موقع قوة بالاتخاد سيمكنها من دفع مشاريعها وعسرنة القطاع بشكل أكبر ترجمة نانسي قنقر